السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حكمل معكم شرح بقية وحدة الثامنة للصف الأول المتوسط واتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بنومبر فور وهو الليسنينج أي الاستماع استمع إلى المحادثة التي دارت ما بين صديقان ثم أجب على هذه الأسئلة سنستمع إلى المحادثة ولكن لن أقوم بترجمتها لضيق الوقت ثم بعد ذلك سنجيب على هذه الأسئلة وبعد أن استمعنا إلى النص سنبدأ بالإجابة على الأسئلة هنا سنلاحظ أن جميع الأسئلة كانت بصيغة الماضي إذن جميع الإجابات أيضا سيكون الفعل فيها بصورة الماضي question number two where did they go وأين ذهبوا they went وهي الماضي من go to gourmets a restaurant near the lake ذهبوا إلى مطعم gourmets وهو مطعم بالقرب من البحيرة number three what did they talk about عن ماذا تحدثوا they talked about James' new car تحدثوا عن سيارة James الجديدة question number four when did they go out ومتى خرجوا they went out on Thursday night خرجوا ليلة يوم الخميس question number five did Ken have a good time هل قضى Ken وقتا ممتعا no he didn't لا لم يقضي ننتقل إلى number five وهو الpronunciation أي التهجئة listen to the pronunciation of the past tense endings استمع إلى تهجئة نهاية الكلمات التي كتبت في زمن الماضي then practice ثم تمرن عليها إذن هنا لدينا ثلاثة أصوات لنهاية كلمات في الماضي إما تلفظ بحرف T في نهايتها مثل أو أنها تلفظ بصوت حرف D في نهايتها مثل أو أنها تلفظ في نهايتها بصوت حرف مثل wanted needed visited we needed some help ننتقل إلى الصفحة التالية number six هنا لدينا conversation أي المحادثة ودارة المحادثة ما بين سام وأمر قال سام what did you do last week سأل سام عمر وقال له ماذا فعلت الأسبوع الماضي إذن سأله بصورة الماضي فستكون الإجابة أيضا بالماضي رد عمر وقال nothing special لا شيء خاص how about you ماذا عنك أنت رد سام وقال I went out with a new friend from work Dave Robbins أنا خرجت مع صديق جديد في العمل يدعى Dave Robbins قال عمر really what's he like حقا وكيف هو رد سام وقال he's very interesting but very demanding هو جدا ممتع ولكنه متطلبا كثيرا رد عليه عمر وقال where did you go وأين ذهبتم رد سام well I wanted to impress him so I took him to an expensive Indian restaurant قال له حسنا أنا أردت أن أسعده فأخذته إلى مطعم هندي غالي الثمن رد عمر وقال was the food good هل كان الطعام جيدا رد سام it was great كان رائعا the problem was he didn't like the spicy food لكن المشكلة كانت أن صديقي في العمل هذا لا يحب الطعام الحار رد عمر وقال didn't you know ولم تعلم ذلك قال له no he said he ate all kinds of food لا لم أكن أعلم لأنه قال لي أنه يأكل جميع أنواع الأطعمة but at the Indian restaurant he only had the rice لكن في المطعم الهندي هو لم يأكل سوى الأرز ننتقل إلى about the conversation والأسئلة التي تخص هذه المحادثة question number one who did سام go out with مع من خرج سام الإجابة he went out with a new friend Dave Robbins خرج مع صديقه الجديد والذي يدعى Dave Robbins question number two what was he like وكيف كان he was interesting but demanding كان ممتعا ولكنه متطلب كثيرا question number three where did سام take Dave أين أخذ سام Dave he took him to an Indian restaurant أخذه إلى مطعم هندي question number four what was the food like وكيف كان الطعام the food was great but it was spicy كان الطعام رائع لكنه كان حار question number five did Dave like the food هل أعجب Dave الطعام no he didn't لا لم يعجبه question number six what did he eat وماذا أكل he only ate rice هو أكل فقط الأرز ننتقل إلى your turn ask your classmates about their activities last week قم قم بسؤال أصدقائك في الصف عن النشاطات التي قاموا بها في الأسبوع الماضي مثل ماذا هنا نموذج للإجابة did you get up late on Saturday هل استيقظت متأخرا يوم السبت no I didn't ممكن أن نسأل أيضا did you go to your friend last week هل ذهبت إلى صديقك الأسبوع الماضي وممكن أن نسأل ونقول what did you do last week ماذا فعلت الأسبوع الماضي ممكن أن يجيب صديقي ويقول I visited my friend last week وممكن أن يقول I went to the sea last week وممكن أن يجيب ويقول I played football last week وأيضا هناك إجابة أخرى يمكن أن يقول I went to the restaurant last week ننتقل إلى number seven about you how good is your memory كيف هي ذاكرتك هل هي جيدة أم لا do you remember what you did recently هل تتذكر ماذا فعلت حديثا هنا لدينا هذه الأسئلة نختبر فيها ذاكرتنا هل هي ذاكرة جيدة أم لا question number one did you drink water with your dinner last night هل شربت الماء مع وجبة العشاء الليلة الماضية إذا تذكرت أنك شربت الماء فستقول yes I did إذا لم تشرب فستقول no I didn't question number two what did you eat for breakfast yesterday ماذا تناولت على الفطور البارحة طبعا هنا الإجابة ستختلف من شخص إلى آخر ممكن أن يجيب شخص ويقول I ate eggs وممكن شخص آخر ويقول I ate cereal لهو الكورنفلكس ممكن شخص آخر يقول I ate butter إذا تختلف الإجابات من شخص إلى آخر question number three who was the last person you talked to on the phone من هو الشخص الأخير الذي تحدثت معه عبر الهاتف طبعا هذه أيضا نختبر فيها ذاكرتنا ممكن أن نقول the last person I talked to was my friend ندا طيب طبعا إجابة ستختلف من شخص إلى آخر question number four what was the last email you received ماذا كان آخر email وصل إليك ممكن أن تكون الإجابة the last email I received was my brother's email question number five when did you write an email to a friend متى كتبت email لصديقك who did you write to last ومن هو آخر شخص كتبت له ممكن أن تكون الإجابة I wrote an email to my friend علي question number six when was the last time you visited relatives متى كان آخر مرة زرت بها أقاربك حنطون الإجابة the last time I visited relatives was on Saturday مثلا يعني يوم السبت last Thursday يعني يوم الخميس الماضي هذه الأسئلة نختبر فيها ذاكرتنا إذا كانت جيدة أم لا وبكده أنا انتهيت من شرح هذا الترس أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزل أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا إنكم تشتركوا معايا في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم لتعم الفائدة وشكرا ترجمة نانسي قنقر